هاي يا حلوين كيفكن اليوم؟ تشالي رب تكونوا كلا ياتكن مني اليوم بدنا نحضر سوا قطيب كعكل ينسون بوصفة كتير طيبة وكتير سهلة فينا نعملها هيك سادة او يا اما نحشية بحشوة التمر دابعوا معي هيدا الفيديو تنحضرون سوا بس اكيد قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وتعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب مشان ندلكم بإطلاع بكل شي بنزله واذا عابلكم شي وصفة معينة اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو عابلكم حضروا لكم لهيدا الوصفة اول شي حنبلش باتنان باد البياد اللي نحنا عم نعوزه لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة وتقريبا كل المكونات السائلة لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة بعد ما نحط البياد حنضيف عليهم الخل واكيد بعد ما نضيف الخل بدنا هلا نحط عليهم السكر اكيد دايما كمية السكر اللي ما نحطه فيكم انتو تزيدوا شوي او تخففه حسب قديش بتحبه القطاع تكون حلوة نخفق البياد والسكر كتير منيح لحتى نحس انه لون البياد تغير وفتح بعدين هنضيف عليهم نرجع الزيت و هنضيف كمانا ونخلط اكيد دايما نحط الزيت بدنا نخلط المكونات كتير منيح و هنرجع هلا نضيف فوق الزيت شوي من المي بس مش مية عادية انا هون غالية مية الينسون هلا فيكم انتو تحطوا اذا بتحبوا بس مية عادية وتعوزوا الينسون البودر البودرة انا بفضل انه اغلي مية الينسون وحطها معهم مشان تعطيني انكها اكتر بعد ما اكون خلطان كلهم سوا ههلا احط فوقهم لطحين منضيف لطحين هيك على مراحل ومننا نرجع اكيد نخلط و مع لطحين بدنا نضيف عليهم ملعة كبيرة من الينسون الحب وكمان هنحط من السمسم و اذا عندكم متوفر حبة البركة فيكم كمان هتحطوا من حبة البركة بس اكيد هيدا حسب انتو كيف اذا بتحبوا او لا بس نحط هول المكونات بنبلش هيك نخلط شوي شوي ونحن وعم نخلط مننتبه انه ناخد كل الاطراف مشان نتأكد انه كل الطحين انخلط ومندلنا هيك بنخلط لحتى يصير عنا العجينة بس بنص الخلط بنا نرجع نضيف عليهم اكيد الباكينج باودر فيكم تحطوه بالاول او فيكم تحطوه بهذا المرحلة متل ما انتو بدكم ومع الباكينج باودر هنحط هلا النشا النشا كتير مفيد بيعتيه قوامة كتير حلو للعجينة وبعد ما نضيف النشا منرجع من نكمل بالخلط يلي اتفقنا عليه قبل بنخلط اول شي هيك بالسباتشلا بعدين حانت يعني ننتقل ونخلط بايدنا بشن نقدر نكون العجينة العجينة بتطلع معاكم كتير طرية وملمسة كتير حلو وناعم والشغل فيها عن جد رائع وسوبر سهل يعني منا شي صعب ابدا نلاحظوا كيف هلا انا هيك شوي شوي عم بعجنا بي ايدي منتأكد انه كل كمية الطحين يلي ضفناها اندمجت مع العجينة وصاروا واحد هيدا شي اساسي زل نخلط كتير منيح لحديد ما العجينة تتكون عنا وبيصير فينا انشكلهم لما نبالش نشكل العجينة نحنا منحمي الفرن الفرن لازم نحميه على درجة الحرارة 180 ونحميه وقت طويل لانه الكعك ما لازم كتير ياخد معنا وقت بالفرن لازم بس لما نحطه يحمر انشيله مشان ما كتير يقصى نطلعوا كيف العجينة هلا هيك صارت جاهزة هاجيب صينيتي بكون حط علي ورقة زبتة او فيكن تدهنوه بالزيت او بالزبتة يلي انتو بتفضلوا ومنصير بنعمل اشياء هيك بالطول ومنلفهم على شكل الدائرة وهيك بصير عنا كعكة الينسون جاهزة هاعمل بعد واحدة معكن لاحظوا كيف هنبرمة نلفها هيك طويلة وبس تصير هيك بالطول منبرمة ومنعملها على شكل الدائرة مثل الاسوارة ومنسكرة اذا قررنا نحشيها بالتمر هنجيب حشوة التمر يلي هو معجون التمر وبدنا كمانا نمده لمعجون التمر بالطول متل ما بدينا العجينة قبل بنرجع بنجيب قطعة من العجينة يلي نحنا عنا اياها وكمانا بنرجع بنفردها لهالعجينة بالطول وبس نفردها بالطول بدنا نفتحها شوي شوي يعني هيك نعمل متل فراغ فيها متل ما نكن شايفين وبها الفراغ هنحط بقلبه التمر يلي نحنا حضرنا التمر يلي نحنا حضرنا منحطه هيك بالنص وبعد ما نحطه منصير منسكرة كلها ياتها سوا ولما نسكرة منرجع منلفها ومنعملها على شكل الدائرة يلي نحنا شفناها قبل وهيك بيصير عنا الكعك جاهز متل ما قلتلكون الفرن محميينه على 180 قبل مندخل صينيتنا على الفرن تاخد معنا يعني بين المسلا الخمسة عشر ديئة عشر دقايق خمسة عشر ماكزمام عشرين ديئة حسب الفرن وحماوته بس هتحمر هيك شوي من فوق منطلعه وبيصير عنا الكعك جاهز الفرن هارجع عيد انه فينا نحطه مندوره اذا فردكم متل الفرن اللي انا عمدي مندوره من فوق ومنتحت مع المروحة اما اذا الفرن العادي مندوره بس منتحت وبالاخير مندوره من فوق طيح مروحة ويلا نترى منكم تجربوا هالوصفة وتبعتوا للصور على الانستغرام شارة بتكونوا حبيتوها مشوفكم انا بفيديو جديد قريبا جدا وسحتين والف هانا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر